بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفصيل احليا بمركية الشرعية. النهاردة هنتكلم على اربع رموز لو شفناهم في المنام او اربع رؤى لو شفناهم في المنام فنبشر بقدوم خير ونبشر بحدوث امور يمكن ما كناش اه متوقعينهم. اول رؤية معنا او اول رمزة هو اه رؤية السروال او رؤية المناطيل في المنام. اه رؤية ارتداء او شراء السروال في المنام. اولا من الرؤى اللي بتدل على الزواج. كمان من الرؤى اللي بتدل على اه رزق ورزق حلال ورزق طيب. السروال الاسود في المنام برضو من الرؤى اللي بتدل على اه اه فك اه قرب اه لو كان الرأي بيمر اه بي اه قرب. كمان شراء السروال الجديد بشارة بتغييرات كبيرة في حياة الشخص وصلاح حاله بشكل عام. اه كمان من الرؤى اللي بتدل على اه سعادة على اه اه لما يشوفها الشخص ممكن دل على عمل لو كان هو بيبحث عن عمل. اه كمان ارتداء السروال ويشوفوا انه شكله اه حلو فيه فده سعادة ورزق حلال اه هيرزق بيه وكمان بشارة بالزواج والزواج من شخص ما يصور الحال. اه كمان شراء السروال برضو من الرموز اللي بتدل على اه اه قدوم خير دي ادرائي. كمان لما يشوف انه بيصلح السروال او بيخيطه. فده تحسين في اه وضعه المادي وخلاص من مشاكل او اه من خلافات. الرمز التاني او رؤية التانية هي اه رؤية دخول اه محل حلويات. رؤية دخول لمحل اه حلويات ويشوف الرأي نفسه انه بيشتري اه حلوة بشارة برزق وبشارة بمرحلة جديدة هيدخل فيها الرأي هيكون فيها رزق كتير وكمان هيكون فيها خير. اه دخول لمحل حلويات كمان بشارة بسعادة. اه كمان من الرموز اللي بتدل على التفاؤل وعلى تحقيق طموح للشخص. اه كمان لما يشوف ان هو دخل المحل واشترى اه من المحل فبشارة برضو اه برزق ورزق ده هيحصل عليه يمكن من حيثه لا اه يحتسب. الفتاة العزبان ما تشوف ان هي دخلت محل اه للحلويات. فبرضو من الرموز اللي بتدل على اه اه فرصة عمل لو كانت بتسعى لعمل. كمان بشارة بسعادة وفرحة. اه برضو اه المرأة المتزوجة لما تشوف انها دخلت اه محل اه للحلويات. فبشارة لها برضو باستقرار وبزوال للهموم. ويتحسن اه في احوالها المادية. كمان بشارة لها بالحمل. اه بشارة لها بجدوم مناسبات سعيدة بآ فرحة بآ سعادة. كمان المرأة المطلقة لما تشوف انها دخلت محل اه حلويات واشترت منه فدي فرحة واموال اه حلال هي هتحصل اه عليها. الرؤية التالتة او الرمز التالت وهو آآ رؤية المش على المية. رؤية السيرة على المية او المش على المية آآ من الرؤى اللي بتدل على سوال آآ متاعب وآآ تخطي صعوب ونجات الشخص من متاعب كبيرة او نجاته من آآ شدة. آآ كمان السيرة على المية بسهولة وآآ بسلاسة ده تخطي فترة صعبة كانت آآ في حياة الرأي وبيكون كمان بشارة بتغييرات ايجابية هتحصل في حياته في الفترة المقبلة. المش على المية كمان آآ من الرمز اللي بتدل على آآ لما يشوف الشخص انه ماشي على المية وما وصلش للآآ اليابسة خالص يعني ماشي على المية بس فبشارة بتخطي صعوب وخروج من آآ ديئة. آآ كمان آآ آآ رؤية المش على المية الصفية في المهنام برضو احيان بتدل على شفاق لو كان الرأي آآ مريض. آآ سقوط اللي رؤية السقوط في مية النهر او في مية البحر بشارة بحصول على مال ومال كتير وكمان تحقيق آآ 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 لي الرأي كان بيتمناها او كان آآ 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 نفسه آآ 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 كمان المش على المية آآ آآ بي آآ ويشوف ان المية صفية آآ آآ مش عاكرة ومفيش فيها اي دغير فآآ آآ برضو من الرمز اللي بتدل على آآ 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 تحقيق آآ آآ خصوصا لما يشوف انه هو وصل آآ 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 كمان المش على المية احيانا بيدل على بتعاد الشخص عن الظنوب او عن معاصي او عن آآ آآ سلوك سيء هو كان آآ آآ بيقوم بيه. الرؤية الرابعة آآ آآ معنا النهاردة هي آآ آآ رؤية المؤزن آآ في المنام او سماع المؤذن. سواء رؤيته او آآ سماعه. آآ لما يشوف الشخص انه آآ يعني بيسمع المؤذن وكان صوته آآ جميل وفيه خشوع وهادي. فمن الرأى اللي بتدل على رزق واسع للرأي وتحقيقه آآ لشيء هو بيتمنى. آآ كمان المؤذن من الرموز آآ برضو اللي بتدل على مال. آآ خصوصا لما يشوف المؤذن ده موجود في الجامعة. فده مال وكمان مكانة آآ هيحصل عليها الرأي في آآ عمله. آآ كمان المؤذن لما يشوفه آآ بشارة برضو آآ بي آآ آآ انتقاله من مكان لمكان واحنا بيدل على السفر آآ لي الخارج. آآ كمان الحديث مع المؤذن في المنام لو كانت امرأة حامل. فمن الرموز اللي بتدل على آآ آآ ولادتها للطفل بار آآ بيها. آآ كمان المؤذن لما نشوفه آآ بصوته آآ يعني شوف او بنسمع آآ صوته وصوته كان آآ آآ يعني كويس وما كانش آآ قبيح. فمن الرموز برضو نشوف انه كمان او نسمع ان هو بيقول آآ 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 كمان المؤذن من الرموز اللي بتدل على عمر آآ آآ طويل للرأي والله اعلى واعلم. كمان المؤذن لما نشوف ان هو بيقول الادان بشكل آآ بسهولة فمن الرموز اللي بتدل على التعسير وكمان على آآ آآ وصول الشخص لمكانة آآ بين الناس او لمكانة آآ آآ عالية وكمان حصوله على شيء هو بيتمناه لو شاف نفسه ان هو اللي بيأزن آآ كمان المؤذن من الرموز برضو المبشرة للشخص بقدوم آآ رزق وبقدوم آآ خير آآ دول كده كانوا باختصار اهم اربع رموز لو شفناهم في المنام فنبشر بقدوم خير لينا آآ بتمنى ان يكون اللي فيديو عاجابكم لو في اي سؤال او واستفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم فاشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة